اشتركوا في القناة ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الجلسة الاعتيادية للمجلس بلدي الجنوبية عن أبرز المشاريع التطويرية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة حيث تمت الإشارة إلى وجود عدد من المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها قريبا أبرزها تطوير شارع ولي العهد ومداخل ومخارج مدرسة جو النموذجية بالإضافة إلى شارع يوم النعسان تم عرض عليهم أهم المشاريع التي تم تنفيذها حاليا منها تطوير منطقات الزلاغ مجمع 1056 وعندنا تطوير طرق مجمع 911 في الرفوع وأيضا هناك تطوير لشارع 323 في الرفوع وعندنا مشروع طبعا قادم لأمام مستشفى القلب وهو تطوير شارع سترة في عوالي طبعا تكون أهم المشاريع القادمة إن شاء الله في 2018 وأيضا عندنا تطوير لمجمعين في مدينة عيسى بالكامل وهما 804 و 814 وهي طبعا بيكون تم تم تطوير البنية التحتية بالكامل للمجمعين إضافة إلى إنشاء طريق ومدخل لمدرسة جو طبعا ليفتتحها قريبا في 2018 والعديد من المشاريع التي تم عرضها الحالية والمستقبلية على عضاء المجلس البلدية طبعا الميزانية في ميزانية فائض من ميزانة البلديات شؤون البلديات وطبعا نحن هذه الميزانية نستقلها المشاريع الحالية حاليا إن شاء الله ويتم هذه استقلالها لتنفيذ العديل المشاريع المهمة وشدد الأعضاء على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع خصوصا وإن غالبيتها تعد من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية مكتدة وبحاجة إلى حل جدري بشكل سريع للتخفيف من الازدحامات المرورية في تلك المناطق اجتماعنا اليوم تطرقنا إلى المشاريع التي تقوم وزارة الأشغال إدارة الطرق وتنفيذها في المنطقة الجنوبية ولله الحمد كما رأينا هناك مشاريع عديدة جدا وتطوير كبير جدا بيكون في المنطقة مما يعني يدخل السرور إلى النفس ونشكر جميع القائمين في وزارة الأشغال من مسؤولين على اهتمامهم بالمنطقة الجنوبية نشكر لأعضاء البلدين لمتابعتهم هذه الطلبات عندنا مشاريع كبيرة مثل شارع ولي العهد حاليا العمل مستمر فيه عندنا تطوير مجمعات بأكملها خاصة في المنطقة الرفاع القديمة تطوير بيكون موجود عندنا في منطقة مدينة عيسى تطوير تحديث شبكات الطرق خاصة وشبكات تصرف مياه الأمطار التي كنا نعاني منها دائما إلى ذلك توافق الأعضاء على استملاك بعض من الأراضي لإطلاق المزيد من المشاريع التطويرية في مناطق مختلفة من المحافظة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين